حيث تشهد أقسام الأطفال والإسعاف والطوارئ ازدياداً ملحوظاً في أعداد المراجعين وهي لحالات معظمها مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي والالتهابات الفيروسية وفيما اعتبر متخصصون أن هذه زيادة موسمية وطبيعية إلا أن آخرين نعو إلى تحديد المتسبب وراء هذه الحالات إن كانت انفلوانزا موسمية أو إصابة بفيروس كورونا والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فراس التراون اختصاصي في الأمراض الباطنية أهلا بك دكتور معنا في السابعة يعني ما هي طبيعة هذا الفيروس الذي يصيب الأطفال هل هو كورونا أو انفلوانزا موسمية وهل هناك خطر ملموس على حياة الأطفال من هذا الفيروس نعم صباح الخير لك ولي جميع السادة المستمعين صالح محمد بالنسبة لي هذا الموضوع شكراً على إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت في السنة لأنه للأسف باته يحتمل الكثير من الشائعات من المعروف لدينا الآن من خلال ممارستنا للمهنة أنه بالفعل هناك عدد كبير من الحالات وحتى من الإدخال إلى المستشفيات في فئة الأطفال خصوصاً من منهم دون السن الخامسة من المعروف لدينا أن هذا الوقت من السنة يحتمل الإصابة بفيروس الإسلونزا الموسمية وهنا لدينا مشكلتين المشكلة الأولى أننا قضينا سنتين من الزمن نلتزم باستخدام الكمامة وبالتالي قلت تعرضنا لهذا الفيروس وبالتالي قلت مناعتنا له وفي نفس الوقت بدأنا من بداية الموسم الشتوي بالتحوى لتناول اللقاحات الخاصة بفيروس الإسلونزا لكن ما زالت الاستجابة حقيقة ضعيفة الأمر الأكثر أهمية هو الحديث عن ما يسمى الفيروسات المخلوية أو ما تسمى RSV وهو حقيقة ليس فيروس جديد كما يشاع بين الناس عفوا المسمى الخاص بها الفيروسات المخلوية المخلوية نعم ما هو هذا الفيروس؟ هي فيروسات حقيقة من المستفدات البسيطة لالتهابات المجاري التنفسي العليا كما ذكرت في المقدمة لدى الأطفال من المعروف لدينا أنها بشكل عام تصيب الأطفال دون عمر سنتين ولكن قد تصيب من منهم دون سن الخامسة وقد تصيب أيضا كبار السن إذا كان لديهم عوامل اختطار إضافية مثل الإطالة ما هي أبرز أعراض هذه الفيروسات دكتور؟ أعراض هذه الفيروسات تبدأ حقيقة حسب الشيء العمري عند حديثي الولادة قد تسبب ما يسمى الأبنية أبنية يعني انقطاع التنفس في بعض الحالات العمومية هي تتسبب بسيلة الأنفي بالعضاء المتكررة بالسعال وبارتفاع درجة الحرارة وقد تتسبب بارتفاع درجة الحرارة إلى أرقام عالية تشابه الحالات الإصاوات البكتيرية ولكن بشكل عام هي حالات بسيطة وفي غالبها هي تسمى ثلث الإحدث أي أنها تزول من تلقاء لفتها ولا داعي لاستخدام حتى أي مضاد فيروسي وفقط نقوم بتقديم العلاج التحفظي مثل إمداد الجسم الكامية من السوائل المناسبة تخفيض درجة الحرارة واستخدام مضادات الاحتقان أو مضادات الهستانيين قدر الإمكان طيب هل هناك أي خطر على حياة الأطفال نتيجة هذه الفيروسات؟ حقيقة أستان محمد في غالب الحالات لا يوجد هناك أي خطورة فقط عند الحديث عن الحالات ناقصة المناعة من من يعانون من أي أمراض مناعية أو يستخدمون الإلاجات الكبرى مثل الإلاجات الكيماوية أو الإلاجات البيولوجية أو جرعات العالية من العذاقير المحتوية على الكورتزون قد تحتاج جيعاية إضافية ولكن هي في غالب الحالات في حالة اعتيادية ويتم الشفاء منها تلقائيا ولكن ندعو دائما طبعا إلى المحاذي وعند الملامسة وعند الاقترام وعزل الطفل إلى حد ما وعدم الاستطامة بقية الأطفال السليمين سمدت أربع أو خمس أيام لتقليل عدد الحالات نعم نعم دكتور فراس سمعنا عن مطالبات بعزل الطفل المصاب بهذا الفيروس هل هناك أي ضرورة لمثل هذا الإجراء؟ نعم حتى لو ذكرنا في مقدمتنا أنها حالات بسيطة ولكن هي حالة متعبة ومرهقة حتى للأهل من آلام وارتفاع درجة الحرارة ونزول المزاج العام والإقياء المتكرر للطفل ولذلك الآن عندما يصاب طفل مثلا في شعبة طفية في مدرسة تحتوي 20 أو 30 طفل فهو ينتشر بالرضاق وينتشر عن ملامسة فمن الطريق جدا أن يقوم بعدوى لجميع أولاد الصف ففي هذه الحالات مثلا من الأفضل حتى يعني كمسبولية مجتمعية أن يقوم الأهل بعدم إرسال طفلهم إلى المدرسة يومين أو ثلاث أيام حتى تزول الأعراض يعتبر دكتور فراس من الفيروسات سريعة الانتشار؟ نعم هو بالفعل من الفيروسات سريعة الانتشار أشكرك هو لا ينتشر بالهواء ولكن ينتشر بالرضاق بالمصافحة وملامسة الأشياء المشتركة وبالتالي هو بالفعل سريع الانتشار اختصاص الأمراض البطنية دكتور فراس الطراوني كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك